بسم الله الرحمن الرحيم أهالي المحمدية كبارها وشباب هنساها ورجع لها أنا بلا الحمدي عمري 33 سنة متحصلت على الماجستير الوطنية وحاليا باحث في مجال الدكتوراه أستاذ تعليم ثاني وناشط في المجتمع المدني في مجال التنمية المحلية والشأن الاجتماعي في البداية نحب نشكر الناس اللي دعموني وساندوني اللي أصواتهم تمكنت باش نتعدل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية نحب زادا نقول لكل أهالي المحمدية نطلب دعمكم ومساعدتكم باش نواصل المسيرة خلينا نحطوا اليد في اليد باش المحمدية تتحسن خلينا نحكموا عقولنا وضمائرنا باش مستقبلنا يكون خير من حضرنا خلينا نوصلوا المحمدية لولادنا في وضع خير من اللي نعيشوا فيه نعرف اللي تتساءل بينك وبين نفسك وتقول علاش بلا الحمدي شكونوا بلا الحمدي وشنو الإضافة اللي بشي قدمها بلا الحمدي للمحمدية نحب نقول اللي بلا الحمدي يمثل فكرة وطموح ومشروع قادر على تحسين الوضع في المحمدية على خاطر بلا الحمدي مستقلة على كل الانتماءات الحزبية وما عندوش حسابات ولا شخصية ولا حزبية ضيقة وعلى خاطر بلا الحمدي مهوش باش يتحالف مع المال الفاسد ومع الفساد وعلى خاطر بلا الحمدي يعرف اش معناها وضعية نقل كارثية في كل محمدية وخاصة في سيدي فرج وقوذنا والطيب المهيري والعليات وحي البشير وحي حشاد والمونجي سليم وعلى خاطر بلا الحمدي يعرف اش معناها بنية تحتية كارثية خاصة في حي التنيش وحي المقطع وحي بالحي وسبال تشيخ ولأنه رجل تعليم ويعرف شنية المطالب القطاعية للمربين وشنية مشاكل المؤسسات التربوية ولأنه يعرف لي ثم منطقة صناعية معطلة في المحمدية في وقت لشبابنا يعاني من الفقر والبطالة ولأنه يعرف مشاكل التزود بالماء في المحمدية عموما في العليات خصوصا ولأنه شاب وقريب من الشباب ويعرف مشاغل ومشاكل الشباب ولأنه مثقف ويعرف قيمة الثقافة في المجتمع ويعرف اهمية تثمين الاثار الموجودة في المحمدية علاش بلا الحمدي على خاطر عنده قناعة انه من واجب الدولة انها ما تتخلاش على دورها الاجتماعي وباش يرفض اي قانون واي ميزانية تتخلى فيها الدولة على مفضومة الدعم والمؤسسات العمومية ولأنه يعرف المعاناة اللي يعيشوا فيها الانتريتية اللي تكافؤوا بعد تضحياتهم وبنائهم للدولة بتأخير صرف جراياتهم ومخذيوش حقوقهم في الزيادات اللي تتناسب مع وضعيتهم ولأنه يعرف الوضعية الصعيبة الاصحاب الاحتياجات الخصوصية وأنه من واجب الدولة دعمهم اكثر ماديا ومعنويا وصحيا ولأنه يعرف وضعية صغار الفلاحيين وأنه من واجب الدولة دعمهم اكثر على خاطر ماهوش بش يدخل حتى جهد وحتى حبة عرق وحتى صوت باش يوصل صوتكم ولأنه يرا في نفس النزاهة والكفاءة والقدرة اللازمة اللي باش يدافع على مطالبكم من خلال دوره كنائب شعب وفي اللخر نقول بلاش بيكم ما نجم نعمل شي ساهموا في تحقيق حلم المحمدية صوتوا المرشحكم صوتوا البلاد الحمدي في الانتخابات التشريعية